والصلاة والسلام على سيد المصابين وبعد موجهة إلى عموم الشعب الذين وضعوا فينا آمان وموجهة على الخصوص إلى أعطوا فينا ثقة تامة وراهموا على الخطوات التي بذلناها حين انطلقنا من قاعدة السفرية ثم تدرجنا معهم وبرفقتهم إلى أن وصلنا الزخم إلى ما قد تكون لاحظتموه بعين العقل وفي البصر كانت غايتنا المشاركة في الحياة السياسية والانتقال من استقالة طالما نرسناها إلى مشاركة للخيرين الذين رأوا في هذا البلد طاقة يمكن أن تستغل لتعم خيراتها على كافة أفراد هذه الأمور ثم كلمتنا موجهة على الخصوص إلى كل من سنطلقها في مهمة جمع الاستمارات التي كانت عسيرة بمقدار البيروقراطية التي واجهناها برد تلقتها بعض الأحزاب التي تلقت على البلديات وفق انتخابات الجميع يعلم مصارها ومآلتها وذلك بدل الطلبة وعامة الشعب جهدهم الجهيد في جمع الاستمارات ومن أجل جهدهم هذا وفاء قدمنا الملف إلى السلطة المستقلة واليوم فنحن نطلع على القائمة التي ارتأت السلطة المستقلة على تحديد عناصرها الخمس فإننا لا نجد ما نعبر به إلا أننا نراحظ أن السلطة أبقت على ما كان عليه الأمر منذ قبل فلذلك وجه جديد ضمن هذه القائمة في السلطة اعتباراتها وعليها أن تقدم للشعب لا لنا مبرراتها التي ترها قوية ومسندة لهذا الرأي من جهتنا وفاء للذين ساندونا وفاء للفئات التي أبدت عزمها وفاء لذلك الأب الذي أرسلنا سورة ابنة مقطوعة والأرجل أرسلنا يقول لا تخدعوها وفاء لهؤلاء جميعا نقول لهم أن جهدكم لن يذهب هباء سنواصل بعزم العمل على تحقيق هدافكم وأحلامكم نحن دعاة فكرة ولسنا دعاة أشخاص نجمع الطالبة والأساتذة وكل الخير من هذه الأمة في بوتقة واحدة نعمل على تحقيق أهداف هذه الأمة دون هوادى سنخطط وندقق ونعمل بجد ونحمل حرقة هذا البلد إلى أن يتحقق سواء واجه المواجهون أو رافقهم مرافقون لن نحذ عن ذلك ولن نتأخر ولنا في تاريخ بلدنا أسوى ولنا في نوفمبر منطلق ولنا في إطاره وضوابطه المحدد لخطواتنا والمنظم لأعمالنا والمحدد لأهدافنا قد عرفنا الطريق وسنعود لنجيه انطلاقا من 62 وسنعمل على تحقيق مدر وسنعمل على جميع ما تفرق ونستعمل على إثراء ما يمكن إثراءه كل ذلك تحقيقا لآمال هؤلاء الذين تاندوا وحلموا بغد أفضل بتغيير أعمق بمطاردة للفساد ومحاربة لأوصاله ومحاربة لعروقه وتحقيقا لسؤدد هذه الأمة أشكركم جميعا وأتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يسدد خطة هذا البلد وأن يجند له طريقي الخيرة وسنعمل إن شاء الله على مواصلة هذا العرب معكم وبرفقتكم وتحت هداية الله سبحانه عز وجل والسلام عليكم